كان عجبني حالة الحوار الوطن اللي كانت دونك ونحن في الفاصل يعني دكتور حسام قال أنا مش مشارك في الحوار فدكتور أيمن لا يقول له عندك مقترحات هاتها ونحن نقدمها ونتنقش فيها ودي حاجة جميلة جدا مصر عندها مميزات تنافسية قوية جدا نقدر نستغلها ونعتمد عليها في كل أنواع السياحات هل بنبص لتجارب الدول السياحية الناجحة ونبتدي نطبق هذا النموذج عندنا في مصر مع الأخذ في الاعتبار ان احنا عندنا المقومات الأسئلة مش موجودة في أي حتة في دون عندي سادتك حق يا مصر عندها يعني سياحة عندها أثار فريدة وعندها صروة سياحية فريدة من نوعها بصراحة الحمد لله يعني مصر عمر أثارها من عمر الأرض أساسا فإحنا نقدر نقول أننا الدولة التي حزت بالمناخ السياحي رقم واحد في العالم تقريبا أثار مش موجود زيها شواطئ بطول مصر وعرضها بحرين تنوع في البيئة المائية عندنا حتى الغابات المتحجرة عندنا غابات متحجرة عمرها لملايين السنين عندنا في غابة حتى مش بعيد عن القاهرة ده حتى في القاهرة جيدة عندنا الغابات المتحجرة الأخيرة دي ضخمة جدا وحاجة يعني منارة ومظهر كبير جدا للمتخصين في هذا المجال عندنا مقومات ضخمة جدا عندنا مناخ منضابط عندنا الحقيقة العديد والعديد عندنا كمان تكلفة للسائح الرخيصة يعني احنا عندنا في مصر لازال حتى هذه اللحظة وحتى ولسيانة بعد ارتفاع الدولار بقى عنصر جذب لان عندنا في مصر ارتفاع الدولار ده هيقدن الأسعار في متناول السائح الأجنبي بشكل مباشر فما يدعو للسياحة في مصر موجود الاستراتيجية اللي حتم والأفكار المطروحة في زي استغلال هذا الحقيقة نقول لساتك يعني مئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طولة الحوار الوطني حيشاركنا في هذا الإطار كافة الرجال العمال المسؤولين أو المتضررين نقدر نقول لفترة الأخيرة اللي طبعا السياحة عانت الفترة فاتت كتير جدا بس الحمد لله احنا الأول ما كناش بنعرف نخش سيناء مثلا بعد القضاء على الإرهاب لا احنا بنروح ومنيجي والطرق بيتأسهل وتفتحك ما كانش عندنا شبكة طرق تودينا لقصر وأصوان بالسولة عندنا قطارات هتوصل في 40 دقيقة وساعتين وأرقام ما كناش نحلم بيها الحقيقة يعني اللي اتصرف برضو عربنا تحتها للأمانة حيساعد برضو السياحة ما فيش شك ان كلام سعادة الدكتور فيما تعلق بالطيران الشرطر أو لوطان الاقتصادي عموما ده هيبقى فيه فرصة ذهبية للإستثمار فيه لإنه هيبقى ممول وحيبقى فيه الدولة حتى فيه مش فايد عالية لا فيه مقترحات كتيرة ومنضبطة هتساعدنا وإن شاء الله احنا هنشوف خير يعني أنا عايز الناس تتفائل لإن اللي جاي في الحوار الوطني هو نظرة أمل حقيقية مش أمل ووعود لا احنا عندنا كل ما هيطرح عندنا ضمانة سيد رئيس الجمهوري بنفسه ألقى على عاطقه وقال بشكل مباشر أن أحقق هذه الاقتراحات وهذه التوصيات على اعتبار أنها بتاع قرجة من المتخصصين وأصحاب أفكار اشتركوا في القناة